وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بطرح وثقة أبرز التوجهات الاستراتيجية لاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030 بالمرحلة الثانية لجلسات الحوار الوطني والذي انطلق بدعوة من رئيس السيسي لمشاركة كافة أطياف المجتمع في صياغة أولويات العمل الوطني وأشارت رئاسة مجلس الوزراء إلى أن التوجه يأتي في إطار حرص الحكومة على تنفيذ التكليفات الرئاسية بتوسيع دائرة النقاش حول الوثيقة وكذا سياغة أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري خلال السنوات الست المقبلة بعد الاستماع إلى أراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة وغيرهم من المشاركين في جلسات الحوار الوطني